موسيقى هياكم الله مجددا في أهلا وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان واحدة من الجهات والقطاعات اللي الميدان يشهد بما تقدم خلال الفترات الماضية ما قدمت خلال عام 2023 بلا شك إنها ملفات كثيرة جدا سواء فيما يتعلق بالخدمات البلدية سواء فيما يتعلق بالإسكان سواء فيما يتعلق بكثير من المبادرات والأفكار والاستراتيجيات المنتظر أن تتحقق على أرض الواقع تحققت منها إجزاء وما زال سيتحقق منها إجزاء اليوم اللي ينظر بحيات لما تقدمه الوزارة من عمل جيد في الميدان حقيقة إنه يقدم كثير من التحية للجهود الكبيرة المبذولة في الميدان في المقابل هل ما زال هناك كثير من الأسئلة حول أداء الوزارة كثير من المشروعات المنتظرة كثير من المجالات والمهام والقطاعات التي تخص الوزارة وننتظرها على أرض الواقع والميدان أن تتحقق نعم فاليوم في هذه الفقرة من يا هلا سنقدم لكم أبرز ما أقدم خلال هذا العام سنحاول أن نجيب على أبرز الأسئلة المتعلقة بهذا الجانب سنفتح هذا الملف بكل تفاصيله مع ضيف الكريم الذي يمد تجاوبه معنا حقيقة في استيديو يا هلا وهو الأستاذ سيف السويلم المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أستاذ سيف مساء الخير وشكرا لقبولك الدعوة مساء لنا أستاذ موسى أحييك وحيي أستاذ المشاهدين وشكرا لكم على هذه الدعوة الكريمة طبعا موسى رأي استحريرنا بس عشان أذكرك أبرز المنجزات التي تحققت خلال 2023 بلا شك أنه الملفات كثيرة جدا ولكن وش تنتقينا أبرزها اللي اليوم فعلا صارت على أرض الميدان ويستطيع أي مواطن ومقيم أنه يلمس وجودها نعم شكرا مجدا أستاذ مفرح أعتبر طبعا ما يتعلق بالجهود التي تحققت خلال الفترة الماضية من هذا العام 2023 الحقيقة يعني لعلنا توقف مجموعة من المنجزات والنجاحات التي بفضل من الله تحقت وبفضل التمكين الكبير والدعم السخي من الحكومة وأيضا بالمتابعة المستمرة من معالي الوزير فيما يتعلق بالارتقاء بجودة الخدمات وتنميتها على مستوى المدن وبما ينعكس بالتالي على أفراد المجتمع بصورة عامة في 2023 الحقيقة كان هناك استمرارية وامتداد لما تحقق من المنجزات خلال العوام الماضية كانت لغة الاستمرارية واضحة على مستوى القطاعين السكني والبلدي إذا ما تحدثنا عن القطاع السكني على سبيل المثال نتحدث عن وصولنا لخدمة أكثر من مليون ونصف المليون أسرى سعودية في جميع مناطق المملكة استفادت من مختلف الحلول والخيارات السكنية المتنوعة التي نوفرها عبر برنامج السكني وتحت مضلة برنامج الإسكان والتي يأتي من بينها طبعا إمكانية شراء الوحدات السكنية الجاهزة أو الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تكون بنمط البيع الخارطة بالتعاون مع الممطورين العقارين وتحت شراف شريكنا وذراعنا الشركة الوطنية للإسكان كذلك إمكانية البناء الذاتي لمن يملكون الأراضي وأيضا الحصول على الأراضي المجانية ضمن المخططات المطورة التي نوفرها لأهالينا في جميع المناطق بإذن الله هذا الرقم الذي تم تحقيقه على مستوى خدمة أهالينا المستفيدين سيكون لها انعكاسة بكل تأكيد على المستهدف الرئيسي ضمن برنامج إسكان وهو رفع نسبة التملك السكني الوصول بها إلى 65% في العام 2025 والوصول بها إلى 70% في العام 2030 بإذن الله تعالى أيضا فيما يتعلق بتعزيز المعروض العقاري وهو الجانب المهم جدا الذي من شأن تملك من شأن تمكين الأسر من تملك المسكن نتحدث عن طرح أكثر 160 ألف وحدة سكنية ما بين الفلال والشقق بأسعار تبدأ من 300 ألف ريال ضمن مجمعات وضواحي سكنية متكاملة المرافق والخدمات لا تقتصر فقط على المرافق أو عفوا على الوحدات السكنية وإنما أيضا لابد أن تمتد إلى توافر المرافق اللازمة من مرافق تعليمية وصحية ترفيهية وغيرها من الجوانب الأخرى التي تلبي مفهوم جودة الحياة في هذه المشاريع فضلا طبعا الخدمات أخرى فيما يتعلق بتنمية المدن والارتقابها عبر مشاريع يعني متعددة تعنى بهذا الشأن كذلك ما يتعلق بالإسكان التنمي وخدمة الأسر اللي شد حاجة اللي وصلنا فيها لخدمة أكثر من 32 ألف أسرة من أسر الضمان الاجتماعي التي استفادت من حلول سكنية ملائمة ليوضاعها أيضا ما يتعلق بالحدائق ما يتعلق معالجات شوه البصري ما يتعلق بتطوير واسطة مدن وغيرها من الجوانب الأخرى التي تأتي في إطار هذين القطاعين السكني اليوم الأرقام اللي ذكرتها خدمة مليون ونصف مستفيد ومئة وستين ألف وحدة واثنين وثلاثين ألف مستفيد من الضمان هذه الأرقام الخاصة من يناير إلى ديسمبر 2023 صح؟ هذه امتداد حتى 2023 يعني نتحدث على مليون ونصف مليون منذ إطلاق برنامج سكني في العام 2017 حتى هذا العام 2023 أيضا ما يتعلق بالوحدات السكنية تحت الإنشاء اللي حتى الامة وستين ألف نتوقع بنهاية العام إن شاء الله خلال الفترة القادمة أن نصل إلى أكثر من 180 ألف وحدة سكنية هي امتداد لما تم طرحها منذ العام 2018 حتى العام 2023 مستجدات المشاريع والضواحي السكنية سواء اللي تحت الإنشاء أو اللي تم تسليمها طبعا المشاريع والضواحي السكنية كما سلفنا قوي قليل نراعي فيها دائما تكامل الخدمات والمرافق ما بين المرافق التعريمية والصحية وغيرها اليوم المرافق وجودة الحياة والمرافق العامة والخدمات بصورة عامة تمثل ما نسبته قرابة 50% من إجمالي الضواحي والمشاريع السكنية وهذا طبعا في سبيل إيمان التام بأن المشروع السكني ليس مجرد وحدة سكنية فقط وإنما لابد أن يتصل به مجموعة من المرافق الخدمية اللازمة لابد أن الأسرة تستطيع أن يكون ابنائها قادرين على الوصول إلى المدارس على سبيل المثال وصول إلى الحدائق بشكل ميسر وبشكل بسيط ضمن حي سكني متكامل لا يقتصر كما سرفنا على الوحدة السكنية فقط على مستوى المشاريع السكنية نتحدث عن معظمها تتوزع في تسع ضواحي سكنية كبرى معظمها أيضا تتركز في المدن التي تشهد كثافة سكنية أكثر وأيضا تشهد قد نقول إرتفاع في أسعار العقارات في بعضها نتحدث مثلا عن الرياض عن جدة الأمر الذي يدفعنا الحقيقة إلى ضرورة ضخ وطرح المزيد من الوحدات السكنية التي تكون بأسعار مناسبة وهو ما عملنا عليه بالفعل نتحدث عن وحدات سكنية تبدأ أسعارها 300 ألف وتتنوع في تصاميمها في نماذجها ما بين الفلل والشقق تتنوع من ناحية المساحات من ناحية التصاميم العصرية هذه اللي 300 ألف بعيدا عن فكرة القسط الميسر أو اللي هي اللي داخل في نطاقها؟ طبعا القسط الميسر وشامل في هذه الوحدات لكن بسرعة ما مشاريعنا على مستوى مختلف المدن هي تبدأ أسعارها 300 ألف متوسطها 750 ألف تزيد طبعا هذا الرقم تقلع هذا الرقم بحسب مواصفات الوحدة السكنية بحسب مساحاتها لكن هذه هي الأسعار التي نعمل على توفيرها لأهالينا المستفيدين في سبيل طبعا يكون السعر أقل مما يمكن يحصل عليه في سوق الإسكان بصورة عامة وأيضا هذا أيضا في سبيل الدعم السكني الذي تقدمه وزارة شنون البلدية والقروية والإسكان تحت مضلة برنامج الإسكان أحد برامج الرؤية لأهالينا من الأسر المستحقة ضمن برنامج السكني توفير وحدات سكنية وملائمة بأسعار مناسبة وجودة عالية جميل بنجي الموضوع الأسعار في محور مستقل علشان بس نعطيه حقه أباخذ عدد الأسر اللي استفادت أعتقد مثل ما ذكرت مليون ونصف إذا في عدد معين لهذا العام ومستهدف للعام المقبل ودنا نعرفه طبعا هذا العام ما تمكن من قرابة أو من خدمة قرابة 100 ألف أسرة في خلال هذا العام المستهدف في العام 20-24 بإذن الله 105 ألاف أسرة تستفيد أيضا من جميع الحلول والخيارات السكنية وهنا بالمناسبة لابدنا نشير إلى أن الحلول والخيارات التي نوفرها والذي وصل عددها إلى قرابة 9 خيارات متنوعة دائما ما نحرص أن تكون ملبية لكافة الأذوق ملبية لكافة الرغبات هذا التعدد في الخيارات يجعل من الأسرة قادرة على الحصول على ما يلائمها من خيارات بعض الأسر قد تفضل الوحدة السكنية تحت الإنشاء اللي يعني يصل مدة تنفيذها ما بين العام إلى ثلاث عوام كحد دقصة يحصل عليها في مكان مناسب على مستوى المدينة بجودة حياة متكامل البعض الآخر يفضل أن يبني أرضها التي يملكها وكذا بالتالي نحرص على شراء وحدة جاهزة من السوق وهذا أيضا خيار مطروح فبالتالي دائما نحرص على تعدد الخيارات وتنوعها بما يلبي مختلف الأذوق فضلا طبعا عن الخدمات الرافدة التي نوفرها واللي يأتي من بينها طبعا صدار شهادات تحمل ضريبة المسكن الأول أيضا نتحدث عن المستشار العقاري كذلك الخدمات الخاصة بالتصاميم الهندسية بأسعار مناسبة تقل عن السوق بنسبة كبيرة التصاميم الداخلية غيرها من الجانب الأخرى باقات الدعم التي أطلقت أيضا مؤخرا في هذا الجانب والتي توفر نحو خمسة باقات متنوعة من شأنها أن تلبي رغبة أهلين المستفدين من هذا البرنامج برنامج سكني وتمكنها بالتالي من حصولها على المسكن الأول بإجراءات سهلة وميصة جميل يمكن هذه أهم الأرقام والقراءات التي صارت في القطاع السكني في 2023 اسمح لي أخذك إلى القطاع البلدي شوي يمكن موضوع التشوه البصري وأنسنة المدن أكثر مصطلحين جالسة يتم تداولها في الآولة الأخيرة تتعلق بالقطاعات البلدية بناخذها واحد واحد أنسنة المدن إلى وين وصلت فيه وإش يقول واقعنا طبعا أنسنة المدن هو مفهوم واسع الحقيقة ويتخلى لها مجموعة من العناصر التي تعزز من هذا المفهوم على مستوى مناطق المملكة بصورة عامة إذا أخذنا فيه بعض المحاور وبعض العناصر الدعمة لهذا الشأن يمكن أن نتحدث مثلا عن ما أطلقناه مؤخرا نتحدث عن الأسبوع الماضي فقط كنا في المنطقة الشرقية لإطلاق أحد المشاريع الجديدة التي أملنا عليها وهو مشروع بهجة الوطني هذا المشروع الذي يهدف إلى توفير بيئة حضرية متكاملة ومثالية للأسر تجعل من الحدائق امتداد لمساكنهم دائما نؤكد على أن نحرص في وزارة الشيون البلدية والقرويروس كان أن يكون 80% من سكان المدن قادرين على الوصول إلى الحدائق أو على التدخلات الحضرية أو الساحات العامة المفتوحة في غضون 10 دقائق مشاهل أقدام أو 800 متر هذا المستهدف الذي نعمل عليه اليوم تحقق من قرابة 58% من التكتلات العمرانية اليوم على مستوى مناطق المملكة تحتضن حدائق تحتضن تدخلات حضرية وهذا بدورة يساهم في تعزيز الأنسنة من جهة أيضا تعزيز مستوى جوة الحياة تمكين الأفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين من ممارسة مختلف أنشطتهم الترفيهية الاجتماعية الثقافية وغيرها نحرص من خلال هذا المشروع على توفير حدائق بسلوب ونمط نوعي مختلف لا ليس هو النمط التقليدي المعتاد وإنما نحرص أن تكون بيئة مناسبة لتواجد الأسر بأفرادها في المواطنة اليوم نتحدث عن كيف تكون الحديقة متكاملة من ناحية الخدمات تكون فيها جوانب استثمارية تمكن جوانب قادرة على ممارسة بعض الأنشطة الترفيهية من المشي من ممارسة رياضة الدراجات من مثلا الاحتفالات الصغيرة للأطفال وغيرها من الجوانب الأخرى التي تجعل من هذا المكان العام قابل لممارسة العديد من الأنشطة التي تحتاجها الأسر لا الحمد يعني خلال العام 23 يمكن حققنا أكثر من 400 حديقة على مستوى منطق المملكة يمكن أعلننا الأسبوع الماضي على منطقة الشرقية 44 حديقة مثلا و 235 تدخل حضري كذلك ما يتعلق بمحافظة جدة قبل قرابة الشهر بأكثر من 132 حديقة امتداد لذلك طبعا بقية المدن الأخرى خلال فترة المقبلة على مستوى حال على مستوى عصير هذه الأرقام التي ذكرتها أصبحت موجودة في الواقع والناس تستخدمها ولا هي مستهدف سيتحقق لأنه في سؤال عام دائما يطرح أنه يا جماعة نسمع هذا الكلام بس لسه ما شفناه اليوم على صعيد الحدائق على سبيل المثال نحن نتحدث عن أكثر من 6000 حديقة موجودة على مستوى عصير المملكة ويعني تتفاوت على مستوى المزايا وعلى مستوى المساحات وغيرها وهي طبعا تدخل بشكل وآخر ضمن مشروع بهجة مشروع بهجة يعني بتوفير مجوعة من الحدائق والتدخلات الحضرية أما على صعيد الإنشاء أو على صعيد التطوير والتجديد وهذا ما عملنا عليه الأرقام التي تحدثنا عنها قبل قليل هي موجودة بالفعل المستهدف الذي يفترض أن يكون امتداد لهذه الأرقام نتحدث عن إنشاء 7000 حديقة حتى 2030 وأكثر من 1500 تدخل حضري حتى 2030 هذا ما نعمل عليه خلال الفترة المقبلة في سبيل تحقيق هذا المفهوم وهو أيضا يعني يعد جزء لا يتجزء من الأشياء التي ستطلبها أي مدينة أو أي منطقة في سبيل تنميتها والارتقاء بها وتعزيز رفاهية سكانها 7000 حديقة في 2030 حتى 2030 كم تحقق منها إلى الآن؟ اليوم نتحدث عن قرابة طبعا 2023 حققتنا قرابة 400 حديقة نعم نتحدث أننا متواصلين ضمن مشروع بهجة في إطار هذا المشروع أتحدث لكن على مستوى الحدائق بصورة عامة التي كانت موجودة ما قبل مشروع بهجة وصلنا إلى عدد كبير تجاوز 6000 حديقة لكن اليوم نتحدث في إطار مشروع بهجة ما بين الإنشاء والتطوير والتجديد والتدخلات الحضرية أيضا إلى جانب الحدائق نتحدث عن أكثر من 400 حديقة خلال العام 2023 المستهدف حتى 2030 بإذن الله يعني إذا وصلنا إلى قرابة 6000 أعتقد أنه بنوصل لمستهدف 7000 قبل 2030 نحن نتحدث عن 6000 نتحدث عن من قبل مشروع بهجة أيضا نتحدث عن مجموعة من الحدائق التي تعتبر منشاء مسبقا ونعمل أيضا بكل تأكيد في حال تطلب الأمر إلى تجديدها وتطويرها لكن نتحدث عن المستقبل 7000 حديقة بشكل نوعي وشكل نموذجي نحرص على توفيرها في مدن المملكة بمختلف مناطقها بإذن الله في سبيل تحقيق هذا المفهوم الذي نحرصها إن شاء الله أكثر من مرة استاذ سيف كررت مصطلح تدخل حضري تدخل حضري يمكن أنتم عارفينه بس الجمهور جمالا معارفة ما يعني تدخل حضري تدخل حضري يمكن تبسيطه بأنه كيف نستخدم أو نجعل من الطرق ذات سلوب ذكي أكثر يكون فيها مساحات مناسبة للمشي يكون فيها مقاعد مناسبة للجلوس استخدامها في بعض الجوانب الأخرى التي قد يحتاجها المرة أو اللي حابين مقضون وقت معين في هذه الممرات كيف نستثمر هذه المساحات ضمن هذه الطرق كيف نطورها كيف نجعل نارتها بطريقة جاذبة كيف نجعل أن يتخلى لها بعض اللوحات الدائمة بعض الأشياء الجانبية التي أيضا تدعم من جانب الجانب البصري الجميل في طرقنا في شوارعنا هذا ما نعمل عليه في موضوع التدخل الحضري ليكون إلى جانب الحدائق التي نعمل عليها على مستوى أحياء المدن لتكون امتداد للمنازل سمح لي أخذ فاصل ومكمل حوارنا بعد هذا الفاصل المكملي معكم ومع الأستاذ سيفي السويلي حياكم الله مجدداً في أهلا ضيفية لأستاذ سيف السويلي من المتحدث الرسمي لوزارة شؤون البلدية والقروية والإسكان أنا راح فيك مجدداً سيد سيف ملف التشوه البصري اليوم شاهدنا كثير من المبادرات في هذا الملف إلى وين وصلت فيه اليوم؟ قدرتوا تحققون المستهدف اللي أنتوا حابين سواء نظاماً أو توعية ولا ما زال نعم طبعاً موضوع التشوه البصري هو أحد الملفات اللي تحظى باهتمام كبير الحقيقة من نزارة شمال البلدية والقروية والإسكان ونحرص الحقيقة على تفعيلها بشكل كبير لمواجهة عناصر التشوه البصري بمختلف أشكالها والحد منها على مستوى المدن في سبيل طبعاً إعادة المدن لأصلها والحفاظ على جماليتها تم الحقيقة تحديد وحصر مجموعة من العناصر بلغت 43 عنصر للتشوه البصري هذه العناصر التي تم تحديدها بمستوى كافة المدن طبعاً نتحدث عن إشراكنا لمجموعة من الجهات ذات العلاقة التي تعنى بالمدن وتنميتها على مستوى الوزارات والجهات الحكومية الأخرى تم إطلاق حملة وطنية شاملة تحت عنوان ظالية علينا تمتد حتى سبع سنوات في سبيل مواجهة هذه العناصر والله الحمد المواجهة تتم بشكل عالي المستوى الحقيقة على مستوى كافة المدن بحسب استطلاعاتنا مؤخراً وما لمسناه هناك زيادة وارتفاع في معدل الرضا من قبل سكان المدن فيما يتعلق بملف التشوه البصري الرضا عن المعالجات نعم الرضا عن المعالجات التشوه البصري في بعض المدن نتحدث عن نسبة تجاوزة الثالثة بالمئة نسبياً على الوضع السابق وهي نسبة أولية لا يشك أن الطموح الكبر من ذلك لكن نتحدث في ظل أن معالجات التشوه البصري بدأت مؤخراً وعملنا عليها واليوم هناك حراك كبير الحقيقة في هذا الجانب بتعاون فاعل أيضاً مع الجهات الأخرى للحد من نحو 43 عنصر تشترك فيها مجموعة من الأطراف يعني فكرة التصوير والتبليغ تحس أنها عملت خطوة توعوية جيدة كتفاعل من الناس أو لا؟ هذه نقطة جداً مهمة ولعلي هنا يتقدم لكافة أفراد المجتمع الحقيقة اللي شارك هنا في هذا الجانب بشكر جزيل حقيقة على تفاعلهم الكبير اليوم نلحظ تفاعل وطني جميل من أفراد المجتمع على مستوى الإبلاغ عن بعض مظاهر التشوه البصري سواء تتعلق بالنسج العمراني بصورة عامة والبنية التحتية نتحدث عن مجموعة بلغات تصنب صورة مستمرة من خلال الخدمة وجدناها للتسهيل على المواطن والمقيمة وهي صور ورسل من خلال تطبيق بلدي خدمة بكل بساطة يمكن للفرد أن يصور المظهر الذي تم رصده على مستوى بعض الطرق ومستوى البناء التحتية وإرساله هذا الأمر بكل تأكيد يساهم بدوره في تسريع معالجة هذا العنصر ويعادته إلى وضعه الطبيعي وهو الأمر الذي عملنا عليه دور المجتمع ودور أفراد المجتمع في هذا الجانب دور فاعل وملموس جداً بل ومؤثر بشكل كبير في تفعيل وحراك مواجهتنا وحدنا لعناصر التشوه البصري ويمكن هذا جزء من ملفنا القادم اللي بنفتحه وهو هاجس كبير موجود عند الوزارة المشاركة المجتمعية بكل صراحة إلى وين وصل هذا الموضوع تحس أنكم نجحتوا في هذا الهدف وهذا الملف ولا ما زالوا الطريق طويل طبعاً اليوم على صعيد المشاركة المجتمعية يمكن كما سلفنا اليوم يمكن لها أكثر من سبيل وأكثر من اتجاه مشاركة المجتمع معنا فيما يتعلق برصد المخالفات فيما يتعلق بما يمكن تسهيله أو وصفه بالمراقب المجتمعي يعني الحقيقة دور كبير يبذل أفراد المجتمع في هذا الاتجاه وساهم بشكل كبير في تنمية المدن والارتقاء بها بشكل كبير الحقيقة أيضاً إذا ما تحدثنا عن الجوانب الأخرى الإنسانية والخيرية التي نعمل عليها بمشاركة فاعلة أيضاً من أفراد المجتمع فضلاً عن الجمعيات والقطاع غير الربحي منصة جود الإسكان على سبيل المثال من خلالها تتيح لأفراد المجتمع المساهمة بالبذل والعطاء لتمكين الأسر من تملك مسكنها أتحدث عن الأسر الأشد حاجة الأسر الضمانية التي تم إدراج حالاتها في منصة جود الإسكان اليوم منصة جود الإسكان على سبيل المثال بلغت المساهمات فيها في غضون نحو ثالث سنوات أو أربع سنوات بحد أقصى أتحدث عن المليارين ونصف مساهمات مجتمعية شاهم ساهم فيها أكثر من ستة ملايين فرد من أفراد المجتمع يعني قاموا بالبذل والعطاء في هذه المنصة في سبيل تمكين أخوانهم وأخواتهم من حصولهم على المساكن الملائمة من الأسر لشد حاجة يمكن لاحظنا في رمضان الماضي على سمثال الجميع يتذكر حملة اكتتاب جودة على سبيل المثال اللي بلغت مساهماتها أكثر من مليار ونصف هذه المساهمات كان لها انعكاس كبير في تسريع تملك الأسر لشد حاجة وتوفير المساكن الملائم لها هذه الحملة كانت محط نظار محلي ودولي بالمناسبة والجميع يتذكرها وكانت أيضا ضمن الحملات التي يدرجت كأضخم حملة عالمية في مساوعة جنس طبعا دشنها مولاي خادم الحرمين واسم ولي العهد وساهم فيها العديد من رجال العمال وعديد من أفراد المجتمع اليوم استفاد من هذه المنصة بصورة عامة أكثر من 11 ألف أسرة 11 ألف أسرة نتحدث بأفرادها فبكل تأكيد هذا أمر نفخر به بمشاركة المجتمع فضلا طبعا عن جوانب أخرى يمكن أن الوزارة تساهم فيها بشكل أو بآخر مؤسسة إكرام الموتى على سبيل المثال مؤسسة حفظ النعمة على سبيل المثال لجميع حياء رأس مجلس دارتها مع الوزير مجد الحقيل كلها تأتي في سبيل تعزيز الدور المجتمعي في الجانب الخيري وجانب العطاء بصورة عامة جميل في موضوع وملف مهم جدا الوزارة تسعى إلى خصخصة 70% من خدماتها وين وصلت في هذا الملف إلى الآن؟ كم النسبة التي تحققت؟ وش المستهدف القادم؟ نعم طبعا ملف الخصخصة والله الحمد يعني أيضا يصير بشكل متقدم الحقيقة نحن اليوم وصلنا إلى قرابة 19% من خدماتنا تمت خصخصتها من الخدمات البلدية وهذا معدل يعتبر جيد ضمن أو قياسا على المستهدف الذي نعمل عليه وهو الوصول إلى 70% من خصخص إلى الآن 19%؟ نعم 19% خلال العام المقبل 20-24 نتحدث بإذن الله عن ما لا يقل عن 30% من الخدمات تتم خصخصتها للوصول طبعا إلى المستهدف الأكبر وهو الـ 70% لا شك أن هذا الإجراء وهذه الخطوة سيكون لها انعكاس بإذن الله على تجويد الخدمات وتطويرها وتنميتها وبالتالي استفادت المواطن والمقيم والزائر كذلك في موضوع 19 تلمسون جودة اختلفت بشكل جيد ولا ثقافتنا تجاه موضوع الخصخصة إلى الآن في مثل الخدمات البلدية ما زالت غير مساعدة بصراحة يعني أقصد ثقافة الجهات الخاصة التي تشتغل على الموضوع لا شك أنه اليوم يمكن أي إجراء جديد قد يواجه بشيء من المقاومة المحدودة في البداية لكن ما يلبث يعني يأخذ مجراء بشكل طبيعي وهو ما نلمس الحقيقة على مستوى الخدمات التي تمت خصصتها حتى الآن ونلمس أيضا عكاسها الإيجابي على التطوير والجودة وهو الأمر الأساسي بالنسبة لنا هو ما يهمنا هو تطوير الخدمات وتقديمها بشكل أمثل لسكان المدن وتنمية المدن بصراحة 24 يعني إن شاء الله مع ديسمبر 24 إذا التقينا بتكون وصلته تقريبا حسب الهدف إلى 30% بإذن الله هذا هو المستهدفين يلا بالتوفيق ملف مهم جدا استاذ سيف الكثير يتساءل عنه اليوم وهو رسوم الأراضي البيضاء مساعدتها في فك الاحتكار في خفض الأسعار هذا الملف إلى وين وصل اليوم؟ ملف رسوم الأراضي البيضاء هو طبعا واحد من الأدوات أو العوامل التي وجدناها في سبيل تعزيز المعروض العقاري لو عدنا إلى الأهداف الرئيسية اللي رسوم الأراضي البيضاء نجد أن هناك ثلاث أهداف رئيسية تعزيز المعروض العقاري توفيها لبس أر مناسبة وحماية الممارسات العادلة والحد من الممارسات الاحتكارية في سوق الإسكان اليوم إذا ما أخذناها بالأرقام طبعا رسوم الأراضي البيضاء طبقت اليوم في 18 مدينة توسعت بعد أن كانت على مستوى 4 مدن فقط على اعتبار أنها تشهد يعني الاحتياج الأكبر على مستوى المعروض العقاري اليوم توسعنا ووصلنا إلى 18 مدينة على مستوى المملكة عدد أو إجمالي المساحات التي تم تطبيق النظام عليها تجاوز 322 مليون متر مربع إذا ما تحدثنا اليوم عن انعكاس هذا البرنامج على السوق بصورة عامة نتحدث عن 300 مليون متر مربع كان من بينها 197 مليون متر مربع دخلت حيز التطوير أو اكتمل تطويرها أو دخلت تداول البيع وشرا ما يعني أنها تحدث نتحدث عن 322 مليون متر مربع تم تطبيق النظام عليها بينها 197 مليون متر مربع أما أراضي مطورة أو دخلت حيز التطوير ولا يزال يجري تطويرها أو بدأ تداولها بالبيع وشرا وهذا بكل تأكيد حراكها اليوم إذا ما تحدثنا 322 مليون متر مربع في حال طورت هذه الأراضي نتوقع مثلا أن تولد لنا ما لا يقل عن 580 ألف وحدة سكنية أو وحدة عقارية أي بأيين كان شكلها طبعا نتحدث عن هذه الأراضي السكنية تكون تجارية والأراضي التي يتم تطبيق الرسوم عليها قد يعني تولد الوحدات التجارية السكنية وغيرها بالتالي هو ما نعمل عليه اليوم توفير المشاريع السكنية تعزيز المعروض العقاري في مدن المملكة وهو الأمر الذي نعمل عليه وبالأرقام اليوم نلمس أن هناك قرابة 200 مليون مربع دخلت حيز التطوير أو اكتمل تطويرها ودخلت حيز التدول على مستوى 18 مدينة وهذا كل تأكيد مؤشر جيد يعكس لنا الأثر الإيجابي الذي انبثق عن وجود هذا البرنامج الذي يوجدناه ضمن سياسة تعزيز المعروض العقاري وتوفير الأراضي بأسعار مناسبة للمواطن طيب جميل هذا الموضوع يربطني بموضوع تحدثنا عنه قبل شوي وقلنا بنخصص له محور لما قلت أنه يعني الوحدات السكنية وأسعارها اليوم كثير من المتقدمين يشتكون من غلاء الوحدات السكنية من ارتفاع الأسعارها وبالتالي هذا يعيق تملكهم في هذا الملف إش قدمتوا وإش راح تقدمون علشان يعني يصير في المتناول أكثر نعم طبعا اليوم جهودنا في تعزيز المعروض العقاري تحت مظلة طبعا برنامج الاسكان وتحديدا تحت سياسة المعروض العقاري والعرض والطلب هذه الجهود هي بالتالي يعني مشانها أن تساعد الأسرة المستحقة ضمن برنامج السكني من تملك المسكن الأول بسعر مناسب تحدثنا يمكن في بداية هذا اللقاء عن أن المعروض العقاري إذا نعمل على طرحة تبدأ أسعارها مثل 300 ألف ريال وهي طبعا أسعار تعتبر مناسبة للأسر دائما ما نتحدث عن ضرورة أن يكون المعروض العقاري متناسب لحجم الطلب وأيضا أن يكون المعروض العقاري على مستوى أسعاره أيضا يتناسب مع القدرة الشرائية للأسر السعودية طبعا للتوضيح نحن هنا نتكلم عن ما يقدم برنامج السكني صحيح طيب؟ نعم صحيح بعدها عن سوق الإسكان بصورة عامة اليوم إذا ما تحدثنا عن هذا المعروض العقاري الضخم الذي نعمل على ضخها تحت شراف ذراعا الشركة الوطنية الإسكان وبالشراكة الفاعلة والمثمرة الحقيقة مع شركائنا من المطورين العقاريين نتحدث عن حتى نهاية العام نتوقع إلى 180 ألف وحدة سكنية بأسعار تبدو من 300 ألف بمتوسط 750 ألف تتنوع ما بين الفلل والشقق تمتاز بمواصفات عصرية أو تتواجد ضمن مجمعات وضواحي سكنية متكاملة تلبي معايير جودة الحياة بتوافر كافة المرافق اللازمة هذه بدورة تمكن الأسرة من التملك وكونها تمتاز بميزة سعرية هذا الأمر يساهم أو يسرع من إمكانية تملكها مقارنة بما يمكن الحصول عليه في سوق الإسكان وهو دورنا اليوم نوفر وحدات سكنية بأسعار مناسبة تقل عن القيمة السوقية للوحدات لكن هذه الأسعار التي تقولها أستاذ سيف موجودة في كل المدن أو في مدن معينة؟ طبعا هي بكل تأكيد تتفاوت في هذه المدن لكن اليوم حتى على مستوى الرياض نتحدث عن مشاريع بدأت أسعارها من 300 ألف ريال على سبيل المثال ضاحية الفرسان في شرق مدينة الرياض مثلا من أهم الضواحي وتمتد على مساحة تتجاوز 35 مريم وتم مربع اليوم نتحدث في كل مدينة إلا ما تكون هناك الميزة السعرية حاضرة اليوم المعايير الأساسية في ضخنا للمعروض العقاري هو السعر المناسب والجودة العالية هو ما نتحدث عن دائما بالإضافة طبعا إلى أهمية وجودها في مجمع أو ضاحية سكنية متكاملة مرافق والخدمات تمتاز بمعايير جودة الحياة اللازمة التي لابد أن تتوافر للسعر واحد من أهداف هذه الأسعار أنه يؤثر على سوق العقار والإسكان إجمالا وأنه يكون فيه انخفاض في هذا السوق لمسته صار شيء بخصوصه ولا لسه اليوم ناخذها بالأرقام اليوم على مستوى الأسر المستفيدة طبعا اليوم الوحدات السكنية التي نعمل عليها في معظمها أكثر من 60% منها تتمركز في المدن التي تشهد كثافة سكانية ونسبة طلب أعلى على الدعم السكني من خلال التسجيل في سكني ويشهد سوق الإسكان فيها شيء من الارتفاع لا بد أن نركز أكثر على هذه الوحدات طبعا دون إغفال المدن الأخرى بكل تأكيد لكن تكون الأولوية لمدن أخرى تشهد بعض التحديات التي تتطلب سرعة مواجهتها ومعالجتها بالتالي اليوم لذا ما تحدثنا عن أعداد المستفيدين نجد أن معظم المستفيدين أيضا يستفدون من هذه الوحدات الوحدات السكنية اليوم على مستوى مدينة الرياض ضمن مشاريعنا يتم اكتمال حجزها في لحظة طرحة في غضون دقائق نتحدث عن مئات الوحدات يتم طرحة يكتم الحجزها 100% هذا يأكس الإقبال الكبير على والرغبة الجادة من أهالين من الأسر وهل في نيتكم الاستمرار في عرض وحدات سكنية بهذه الأسعار في القادم؟ لا شك بكل تأكيد هذا ما نعمل عليه اليوم نستهدف الوصول إلى 300 ألف وحدة سكنية حتى 2025 تكون امتداد للوحدات السكنية التي تم طرحها مع الحفاظ على الوسوسة والمعايير التي تتمثل في السعر المناسب والجودة وجودة الحياة في المشروع والضاحية السكنية نعم أسمح لي أن أذهب إلى فاصل ثاني وأخير وأرجح أكمل هذا فاصل أخير ومكملي معكم ومع الستدسي في السويل حياكم الله مجددا في الجزء الأخير من يا هلا الحديث عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وظيفي هنا في الاستوديو المتحدث الرسمي للوزارة لأستاذ سيف السويلم أرحب فيك مجددا أستاذ سيف تحملنا شوي في الجزء الأخير كما تحملتنا بقية الأجزاء الوحدات السكنية اليوم فيه يعني أكثر شكاوى جالسة تقال وننتظر رد واضح منكم على فكرة تعثروا المشروعات وتأخر تسليم الوحدات السكنية هذا الملف كيف ينحلوا وين وصلتوا فيه؟ نعم طبعا يعني إذا ما تحدثنا بشفافية صحيح هناك بعض المشاريع التي يمكن تأخرنا في تسليم بعض الوحدات فيها على مستوى بعض المناطق الخاصة بالمشروع السكنية لكن كل ذلك طبعا يتم بالتواصل مباشر مع المستفيدين وإضاح كافة التفاصيل لهم يعتبر أن هذا طبعا حق من حقوقهم وهم قاموا بشراء هذه الوحدات أيضا رقميا نعود الأرقام هذا الموضوع موضوع التأخر يعني يشكل نسبة جدا ضئيلة على مستوى المشاريع المنجزة والتي تسير وفق ما هو مخطط لها لكن رغم ذلك نحن نؤكد تماما أنه لو هي وحدة سكنية واحدة بكل تأكيد لا يرضي بالضبط يعني هذا هو يعني صاحب الحق يحقه صحيح لكن صعيد الإجمال صعيد إجمال اليوم نتحدث عن 180 ألف وحدة سكنية نتحدث عن أدد كبير من أحداث السكنية كلها تسير أو معظمها تسير وفق الجداول الزمنية المحددة لها هناك بعض المشاريع قد تواجه بعض التحديات الفنية التشغيلية وغيرها بعضها يمكن على تبعات يعني مشاكل سابقة حدثت أو واجهت بعض هذه المشاريع كلها يتم العمل عليها يعني بطريقة نظامية وبطريقة سريمة تحمي بكل تأكيد حقوق المشترين وتضمن تسليمها في الوقت المناسب مع التأكيد طبعا يعني دائما نراعي ومن هنا جاء برنامج وافي لحماية حقوق المشترين في حال يعني صار في أي تأخر خارج عن إرادة المستبيد وضمن الجوانب الرسمية والنظامية بكل تأكيد يعني حق للمواطن يعني الدخول في الجوانب التعويضية وغيرها من النقاط الأخرى لمين يتوجه؟ لمين يروح في الجانب؟ يعني برنامج وافي على سبيل المثال هو دور دور رقابي اليوم لكافة المشاريع التي تأخذ نمط البيع على الخارطة وهو اليوم في ظل المستجدات التي طرعت عليها مؤخرا أصبح يعني أكثر رقابة أكثر يعني متابعة لضمان الالتزام بالعقود المبرمة بين المطورين والمواطنين فرق فنية فرق قانونية فرق هندسية دائما ما تتابع العمل في هذه المشاريع أيضا الجانب المالي وتفعيل ما يسمى بحساب الضمان اللي يعني يحمي أموال المشترين كل هذه الجوانب المتحققة اليوم في برنامج وها في ضمان يعني الالتزام بقدر الإمكان بتوفير هذه الوحدات السكنية في أوقاتها المحددة لأهالي من الوصول السعودية طيب في موضوع التأخر يعني تأخر التسليم اليوم إذا أحد متظلم من جانب معين سواء بينه وبين صاحب المشروع أو بينه وبين سكني أو غيره مفروض يتجه بالدرجة الأولى المين أولا علشان يقدم شكواة كاملة لأنه إحنا لما فتحنا الموضوع هذا في كل شخص عنده آلية لشكواة تختلف عن الآخر ويحتاج إلى من يسمعه ويعطيه حل نهائي نعم اليوم منظومة الإسكان بصورة عامة هي تعمل نرجع نأكد على توفير المعروض العقاري المناسب للأسر السعودية في حال أن بعض المشاريع واجهت بعض التحديات من تأخر وغيره وجدت الأنظمة التي تساهم في حماية حقوق المشترين في هذه المشاريع برنامج وافي على سبيل المثال اليوم إحنا في سكني أيضا على مستوى الوزارة جميعا يد بيد لخدمة أهالينا المستفيدين بإمكان كل من يواجه أي ملاحظة طبعا إذا افترضنا أنه لم يتم التواصل معه أساسا من قبلنا لشرح بعض التفاصيل في حال واجه المشروع شيء من التأخير يصير التواصل بس ما يوصل لحل وهو يبغى حل اليوم برنامج وافي هو المظلة الرقابية لمشاريع البيع الخارطة هي مظلة متابعة لمشاريع البيع الخارطة ويقوم بدورها بشكل أمثل في هذا الجانب أيضا نرحب بكل تأكيد بأي شكوى وأي ملاحظة تصدر من أهالينا المستفيدين من خلال القنوات الرسمية سواء من خلال منصات التواصل الاجتماعي سواء من خلال 999 الرقم الموحد وغيرها من القنوات الرسمية التي نرحب فيها بكل تأكيد ونتعامل معها بكل اهتمام وعناية طيب كان في حديث عن قبول برنامج سكني للأعزب اللي ما عنده أسرة وين وصل هذا الموضوع وش بخصوصه اليوم طبعا لا يحتى الدعم السكني المقرى مجلس الوزراء يعني تركز بشكل أساسي على الأسرة اليوم نتحدث على الأسرة أغوما في حكمها نتحدث عن مثلا الأخوات من المطلقات والأرامل أو مجموعة أخوها أو أيتام وغيرهم طبعا اليوم نتحدث عن موضوع الأعزب اليوم مؤخرا يمكن تم إدراجة فئة الأعزب على مستوى ذوي الاحتياجات الخاصة تم إدراجة على مستوى الإمكانية الاستفادة من برنامج سكني وهو معمول به حاليا على مستوى الأخوة الآخرين من العزاب يعني اليوم ما نعمل عليه على مستوى السوق والقطاع بصورة عامة هو مساهم بشكل أو بآخر في تمكينه من حصوله على وحدة سكنية مناسبة من خلال ما نعمل عليه من تحفيز المعروض العقاري تحفيز صناعة التطوير العقاري الأنظمة التي نعمل عليها للقطاع بصورة عامة بس لما يخص سكني فقط ذوي الإعاقة من العزاب صحيح وأيضا هناك نقطة أخرى اليوم بعض مشاريعنا في مشاريع البعاء الخارطة التي تعمل عليه الشركة وطنية الإسكان تم فتح بعض الزونات وبعض المناطق فيها لغير المستفيدين يمكن غير المستفيدين حتى وإن كان أسكن ثاني يعني ليس فقط أعزب وهي تابعة السكني نعم وحتى لو كان أعزب هي ضمن مشاريع الشركة وطنية الإسكان التي تعمل عليها بعض المشاريع فتحنا أجزاء منها لأخوة من غير المستفيدين يمكن لغير المستفيدين الشراء في بعض المشاريع السكني من غير المستفيدين المدرجين في السكني بغض النظر إذا عنده عائلة أو لا أخيرا اليوم اللي عنده مشاكل في الوحدة اللي استلمها في التشطيف في البناء في غيرها المين مفروض يتجه ومين ينصفه في هذا الموضوع كما سألفنا اليوم كلنا كموضوع متوسكان نعمل يد بيد لخدمة أهلنا مستفدين عبر وافي عبر شركة وطنية عبر سكني كلنا يد بيد لخدمة المواطن اليوم ما نؤكد عليه أن الوحدة السكنية لا تسلم لأهلنا من الأسر إلا بعد اكتمالها 100% فضلا عن وجود الضمانات العشرية على مستوى الإنشاءات على مستوى العزل وغيرها فبالتالي ما نؤكد عليه أن الوحدة السكنية تسلم للأسرة وهي مكتملة لا تسلم في غير ذلك في حال رصدت أي ملاحظة من قبل المستفيدين بالتأكيد يتم التعامل معها فورا من خلال طبعا ما تكفلها الأنظمة والقوانين في هذا الشأن نعم باختصار هذا 2023-2024 وش تقول للجمهور قبل ما نختم كما بدأنا نقول الاستمرارية مواصلة العمل مواصلة الإنجاز مواصلة النجاح لتقديم كل ما من شأن تنمية مدن المملكة وسكانها والارتقاء بها بصورة عامة عبر توفير كافة الخدمات سواء على مستوى القطاع البلدي أو على مستوى القطاع السكني مزيد من المخرجات التي سنعمل عليها تحت مضلة رؤية المملكة 2030 خلال فترة من قبلة بإذن الله تعالى أستاذ سيف السويلم شكرا جزيلا لك ونحضورك معنا فيها شكرا لك شكرا للأستاذ سيف السويلم المتحدث الرسمي لوزارة شؤون البلدية والقروية والإسكان شكرا لكل من تابع هذه الحلقة من يا هلا غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل صباحون على خيارك